حاجة قوليلي بقى انتو كان محمود بيتعامل في البيت ازاي وازاي انت قلتلي انك كنت ملكيش في الكورة بس محمود خلاكي زمالكوية بطريقة جيدة الله يرحمه الله يرحمه يعني ما كنت رحبه في الزمالك يعني هحكي لك واقع حصلت سافر انا طبع العقلة وهوش علي سافر قعد اسبوع قول هيجي النهاردة هيجي بكرا هيجي بعد قعد الاسباعين خدت اخته كلام دا من 14-15 سنة خدت اخته وصفرت مصر دورت عارف مصر كلها بيت عمال عبالات هو راح للزمالك بس هو معرفش هو فيه انا بس كان الدليل اللي معي كان شنطة كده فيها اسم جندم ولد في المكان ده وكانش اغازك فتلي اهلاك رحت عشان ادور عليه ملقتوش تختته عليه بلد اضدوط تب بالنوادي تب هنا تب هنا تب هنا الروح طرور مرتين مصر تخت عليه عشان نواليك فاجئة ما جايش وبعدين فاجئة كده بعدي مفش اسباعين 5-36 وقعدوا بوجد كده الان باي فتني الثفل ناده يا ماما عملت انت معت زي زوج؟ عمرت انا ما عمتاش فيрист با بقيت عاش بذاش مصدقة نفسي والله ما اول ما جاه ايه يا ما حمول انت كنت في اي يا ابن دا انت Willy احتيفتين عليك كده يا ابن عملت فينا اخدا انت بهدلتين اعمل لك وعملت وعملت وقال لك انا مسافر طاضي اقوله دولا ما تسافرش مراشي لعني زمالك بص هي دراستك بص هي لا معرفش ايه يعني فرق مش يبقى كان الزمالك خلاص يعني بنزلاله حياة هو مسيطر مسيطر عليه بطريقة فضيع لدرجة انه كان كل مصروف مصروف يجبو لهما اللقماش ده ويجبوه دخلات ويجبوه الألوان ويعملهم هون محمد مع أعلاب ما انا رأى عاجل محمد دي وده خلال كبيرة قوي خلال تبقى كبيرة دي حاجات اللي الجماهية بتعملة وحاجة مخرمة اه واعلينا صوات اللي هو يعني ايه نايم حتى ملكتير كان يطرق فاقوله استحيق فا اصداد ايا من العالم اللي عالمه ينام عليها ينام لحد ما اول الصبح يكملوا العمل في اللي يكملوا شغلون في الاعلاق والله فهو يعني ملكتله حبه في الزمالك بحد ما ربنا الحمد لله افتكروا من قتلة فور شبير من قتلة ما كان بيلف هنا وهنا 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 وخلاص بقى سبناه بقى لما انا بقى انت خلاص استسلمت عنك اه قلت خلاص بقى مش هجيب نتيجة الموضوع ده بعد ما احنا عمسكين على اليوم يروح من وراء لا ويبقى حاجة تروح بقى وانت وحنا عارفين هو فيه قرادتنا احسن خلاص ماشي والله انت يا مام والله ما تعرف انت هناك في الزمالة والله ما تعرف انت هناك في الناد قولي يا ابن امت يا ابن بدرستك يا ابن وش يعني واكل عيشك والكلام ده تقولي لأ ملكوش ضعب يا سبنا انا ماشي كده بالدماغ فالحمدلله يعني هنردين بالامر الواقع بقى خلاص بقى خلاص بقى حاجة انت عايزة بقى تعمل الحاجة عشاني بقى قدام بقى يا سافر ويجي وره ويبقى درجة انه مرة كان رايح يهضر في القاهرة لا عمل في حالسة قطر عمل في حالسة قطر كان مدد مدد اللقاءة يعني هده وخد سجله برا من عربيت القطر القطر عمل لجل عارف مستشفى قدسيران في شوبرة وانا معرفش برضو قال من ده ستصلوا علي سلسلوا ليت ثلاث صوبات قطر قبل ما يخش في حكاية اللي ورا من في الموخدة وكلام ده كله ربنا يرحم حدو الله يرحمه يعني هو الحمدلله شاف كتير بسبب الزمالك برضو هو كل ده كان حبه للزمالك مساعدة رعيه تماما انت جرلك كده هوت وانت مسافر تبقى قلنا يا خلاص يا مو ده نصيب الحمدلله احبت بالنواش مرفض وتعبت برضو مع انا وابوه اخواته في المستشفيات من هنا الهنا الهنا نجي بقى موضوع بقى المستشفى المركز التنبي ومستشفى كربطرة والحمدلله يعني ايه اه اخر كلام كان كل كل كلامه ان شاء الله هيكسبه ان شاء الله هيغضو كاس يا رب الكاس واتعملت الدخلة عليها وجمهور الزمالك كان بهت في داشتنا قللي بقى انت حاجة لما ربنا رحمه كده انت حسيت بحب جمهور الزمالك لازاي ازاي كفاية وجوتهم معادي كفاية هو جاه وعند ما اتكلم اعطى اربع شهور في القاهرة في المركز التنبي جاينا هنا في مستشفى عندنا هنا في تنتشفى جاي اسبها ايه كده اه جاه كلهم مجموع يعني ما اقولك مصر كلها كلهم كانوا معايا حد ما جيت وفا انا نقيت وكلهم تحت الكلية كلهم كلنا معاك ومعاك كل ربنا يا خديد لو الاهلوية كمان وحياة ربنا كان فيه اهلوية موجودين في قلب الجنازة جنازة بتاعته كان جنازة وهي بقى الحمدلله ويعني فده بقى شديني اكتر ان انا ارتبطت بقى بالزمانة ما تفرجش على مطلق زمانك بات مفهمش في القولة خالص والله وحافظة يعني اعرف لعبتي الزمانك اه البرنامج البرامج اللي بتيجي كده يعني اكتر من كده بقى من جنازة ايه ما تسطن يعني حتى البلعب ملاحي تتفرج عليه ممكن محمود خلي حضرتك تحب الزمانك الله يسيب على حياتي وروحي حضرتك حضرتك ارفع ايدي يا مؤ احنا عالم الزمانك ديما بتتخلعش من ايدي والله هو كمان العالم الكبير موجود برا ده فيه كتير ضائع ده انا كلنا معلقين في البلاكولة اعلام كبيرة وسأل مهابة كلنا معلقة كبير جدا في البلاكولة اعلام الناس بقى تقلدة والله حتى الاهلاوية بقى كمان بقى الهدولة بقى بيت اهلاوية بقى يعان تقولها ما كان بيقول اه بيقول انه بيقعد يرسل معلام الزمالك ودائما في الدور اللي فوق تريبا ايوة في اخر الدور ايوة يعني ما سيصل للزمالك كلها ايوة هي دي اللي تربى فيها وتوفى فيها برضو شكرا